ليس هناك أدب الردي يعني إذا كان ردي فهو ليس أدبا أصلا ولذلك هذه التصنيفات قلت تصنيفات صعبة شوية أنت تعترض على يوجد أدب أو لا يوجد أدب أو لا أدب أكون أو لا أكون أدب أو لا وجود لأدب إذا كان أدب فهو أدب وإن كان رديا فلا أعتبره أدبا الذي لا تعتبره أدبا يؤلف فيه مؤلفات هذا ما أريد أنا قلت غياب السحة الأدبية أو غياب النقد وهو ليس غائبا تماما نسبيا يعتبر النقد غائبا هذا الأديب الذي ألف كتابا سواء رواية أو شعرا إذا لم يوجه نقديا أنا قلت إن الذي يكتب قصيدة يمتلك بعض الأدوات وظفها وافتقد بعض الأدوات التي يجب أن يتعلمها أو أن يكتسبها فإذا لم تكن هناك حركة أدبية تتكفل به طبعا مصيره الفشل وسيذوب فيه وقت ولن يبقى كما يقول المثل الشعبي ما سوع غير صحيح ما سوع غير صحيح لذلك أنا أحتار في في الذين هم قلقون من كثرة كتب خلي تكتر كتب على روح أنا لا يتوسعجني لأنني الكتاب الذي لا يقرأ لن يقرأه أحد